اهلا بكم ازاي تقرأ تحليل صورة الدم الكاملة او السي بي سي الدم اللي في جسمنا ده عبارة عن حاجتين مهمين حاجة اسمها البلازمة وحاجة اسمها السيلز البلازمة دي يعني السائل اللي بيجري جواها السيلز دي والسيلز دي نقصد بيها كرات الدم الحمرة كرات الدم البيضة والصفاحة الدموية والسيلز دي بتطلع من البومارو او النخيع العظم تعال نعرف مع بعض ازاي نقرأ بقى التحليل ده اهلا بكم معاكم الدكتور تامر اخصائي البطن العامة لما نيجي نقرأ التحليل ده بنبص على اول حاجة الاربيسيز كونت الاربيسيز اصلا كرات الدم الحمرة دي وظيفتها ان هي بتنقل الاكسجين من الرئتين لكل اجزاء الجسم دي حاجة طبعا مهمة جدا بتتم عن طريق الهيموجلوبين اللي جوا الاربيسيز الطبيعي بتاع الاربيسيز من اربعة ونص لستة ده بالنسبة للرجال وبالنسبة للسيدات بيقع من اربعة لخمسة ونص مليون في كل مليمتر مكعب لو قل العدد ده عن كده بتبقى دي حالة انيميا زي مثلا ايرن ديفيشينسي انيميا هموليتيك انيميا كورونيك ديزيز انيميا ولو زاد العدد عن كده ممكن يزيد في بعض حالات مثلا زي السموكينج واحد بيدخن حالات مثلا هاي ألتديود العايش في مناطق مستوها عالي عن مستوى البحر بوليسايسيميا بعد انواع الماليجنانسيز او الاورام اللي بتفرز ايرفروبيوتين وهكذا بعد كده الهيموجلوبين الهيموجلوبين ده بروتين جوه الاربيسيز وهو ده اللي مسؤول عن انه يشيل الاكسجين وهو المسؤول كمان انه يدل الدم اللي هو الاحمر بتاعه الطبيعي بتاع الهيموجلوبين ده من 13.5 ل18 في الرجالة وفي السيدات من 12.5 ل16 برضو الهيموجلوبين ده زي الاربيسيز كونت بيقل في حالات الانيميا وبرضو بيزيد في نفس الحالات اللي قلنا عليها بالنسبة للاربيسيز فلما الاربيسيز او الهيموجلوبين يقل يبقى فيه انيميا فتظهر عند العيان اعراض يبدأ يحس بدوخة يحس بتنميل اطراف يحس بنهجان يحس بدربات قلب سريعة او قلم في الصدر يحس بتعب مستمر ويبقى شكله بال يبقى شكله مخطوف وعلى العكس لو زاد الهيموجلوبين او زاد الاربيسيز كونت ده بيعمل اتشنج يخلي العيان عايز يهرش ممكن يعمل كمان يعني يحس بألام كده في الرجليه وقت المشي ممكن يحس بصدع وممكن تزيد قابليته للجلطات لان الهيموجلوبين الاربيسيز كونت لو زاد بيزود الفيزكوزيتي اللزوجة بتاعت الدم بعد كده الهيماتو كوريت الهيماتو كوريت ده عبارة عن نسبة حجم كرات الدم الحمراء بالنسبة للدم كله يعني انا لو خدت عينة مثلا من الدم بشوف نسبة الاربيسيز فيها بالنسبة لباقي العينة قد ايه بالزبع هو ده الهيماتو كوريت الطبيع بتاع الهيماتو كوريت ده من 42% ل52% في الرجال ومن 37% ل47% في السيدات فامتة الاقي الهيماتو كوريت ده قليل وامتة الاقيه عالي الهيماتو كوريت يقل لو كرات الدم الحمراء فعلا قلت زي حالات الانيميا لكن ممكن يقل وكرات الدم الحمراء ما قلتش ولا حاجة في حالات الدليوشن الانيميا يعني كرات الدم الحمراء زي ما هي لكن حجم البلازمة هو اللي زاد زي عيان عمال ياخد في اللوت باستمرار فانا زودت حجم البلازمة فلما اجي اعمل هيماتو كريت الاقيه قليل وعلى العكس ممكن يزيد في حالات الديهايدريشن يعني مثلا العيان بنافسه قراط دم الحمر بتاعته زي ما هي لكن فيه دهايدريشن وحجم البلازمة قل فلما اجي اخد العينة هلاقي الهيماتو كريت عادي بعد كده الريتيكولوسايت كاونت وده للأسف مش بيتعامل مع صورة الدم الكاملة في مصر لكن بيتعامل برا الريتيكولوسايت كاونت ده بقيس بشوف الاماتور اربيسيز في البلد لان هي ليها نسبة معينة لما بتزيد بعرف من كده ان البوم مارو هايبر اكتف البوم مارو عمال يطلع بسرعة عشان يحاول يعود الانيميا فانا بستدل بالريتيكولوسايت الكاونت العالي على الهايبر اكتف بوم مارو بعد كده الامي سي في الامي سي في اللي هو المين كورباسكولار فوليام الطبيعي بتاعه من تمانين لمية لو زاد عن كده يبقى ماكروسايتوزيز ماكروسايتوزيز يعني زي حالات ميجالوبلاستيك انيميا حالات الليفر ديزيز والثيرويد ديزيز لو قل عن كده بتبقى مايكروسايتوزيز زي اللي بيحصل في حالات الايرن ديفشينسي انيميا والسليساميا بعد كده الامي سي اتش او المين كرباسكولار هيموغلوبين وده معناه وزن الهيموغلوبين في الاربي سي الطبيعي بتاعه من 28 ل33 بيكو جرام بعد كده المي سي اتش سي وده معناه المين كورباسكولر هيموجلوبين كونسنتريشن ده معناه نسبة الهموجلوبين بالنسبة للاربيسيز طب ايه الفرق بينه بين الامي سي اتش الامي سي اتش انا بشوف وزن الهموجلوبين بغض النظر عن حجم وشكل الاربيسي لكن الامي سي اتش سي بشوف نسبة الهموجلوبين بالنسبة للاربيسيز وعشان كده الامي سي اتش سي ده نسبة مقوية يعني باشوف الهموجلوبين ده ممثل كام من الار بيسيس كلها والطبيعي ان الهموجلوبين ده يمثل من 32й لل36й وده على اساسه باشوف هو ده هايبوكروميك ولا نورموكروميك فهو بيبقى هايبوكروميك في حالات امسلا وفي ثلاثاميك وممكن يكون نورموكروميك في حالات ممكن العيان ينزف لتر ولا اكتر وجعمل الالسي بي سي يطلع نورمل لان لسه ما فيش كومبنسيشن حصل ولسه مفيش اي مشكلة تانية حصلت فاجهة اخد هلاقي السيلز طبيعية وهلاقي الهمجل من جوها طبيعي بعد كده الاردي دابيو الاردي دابيو ده عبارة عن متوسط اختلاف الاحجام بتاع الاربيسيز يعني ايه الكلام ده الاربيسيز دي اه كلها مش نفس المقاس بالزبط فيه اختلاف شوية في الاحجام لكن الاختلاف يكون بسيط الاردي دابيو يبقى نارو طب الاختلاف ده كبير يبقى الاردي دابيو عالي يعني لما اجي عمل تحييل ولا الاردي دابيو عالي معناه ان كرات الدم الحمراء واخدى اشكال كتير جدا واخدى كمان احجام كتيرة ومختلفة بشكل كبير في منها صغير اوي في منها كبير اوي كل ما زاد الاردي دابيو زاد الاختلاف في الاحجام دي بعد كده البليتلت او الصفاح الدموية ودي طبعا لها دور مهمة جدا في اه وقف النزيف الطبيعي بتاعها من مية وخمسين الف لربة ومية وخمسين الف ممكن تقل في حالات زي مثلا الهايبر سبلينيزم الاميون سرومبوثايتوبانيا حالات مثلا الحالات الابلاستيك أناميا مثلا حالات انفلتريشن وف بوم مارو باي ديزيز الكاميا او لينفوما او اي حاجة تاني وممكن البليتلت سيدي تزيد زي حالات مثلا في حالات كده بعض حالات الليوكيميات بعض حالات الماليجنانسي بوست سبلينوكتومي اه اسينشال سرومبوثايتامي بعد كده بنبص على الوايت بلاد سيلز او كرات الدم البيضة وهي دي الديفنسيف بارت في البلد اللي بتهاجم البكتيريا والفيروس والطبيعي بتاعها من 4000.5 إلى 11000 وبتزيد طبعا في حالات الانفكشن وحالات اليوكيميا وممكن تقل في حالات الفيرال انفكشن أو حالات السيفير انفكشن والويت بلد سلزي دي أنواع زي مثلا وهنتكلم عن كل نوع بسرعة دلوقتي النيوتروفيلز دي هي انتبكتيريال والطبيعي بتاعها من 45% ل75% بتزيد طبعا في حالات الانفكشن وحالات الانفلاميشن أما الزينوفيلز موجودة في الاسكن والرسبيراتوري ايروي ودي بتزيد في حالات الاليرجي وحالات الانفلاميشن والطبيعي بتاعها من 0 إلى 7% البيزوفيلز دي بقى لو موجودة في الدم بيبقى اسمها بيزوفيلز لو في التشوي بيسموها الماست سيلز وبتطلع الهيستامين وبتطلع هيبرين في وقت الاسترس ودي بتزيد في حالات الاليرجي وحالات الاسترس كونديشن ودي الطبيعي بتاعها من 0 إلى 2% أما المونوسايتس بقى فدي عبارة عن أن هي بتشيل الفورن بودز اللي موجودة زي مثلا زي مثلا والطبيعي بتاعها من 2 إلى 10% بعد كده وآخر حاجة والليمفوسايتس دي في منها نوعين اللي هي دور طبعا مهم جدا في المناعة في الهيومر الاميونتي والسيلولار اميونتي وتكوين الاميونو جلوبيلين وطبعا بتشتغل انتي فيرل وبتزيد في حالات طبعا وبعض أنواع اللي مفومات والليكيميا والطبيعي بتاعها ده من 16% إلى 45% في النهاية أحب أشكركم اشتركوا في القناة اعمل لايك وشير وشكرا لكم